السلام عليكم الخوت نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرتاحين القصة اللي غنعود لكم اليوم عودها ليه واحد صديق اللي شارك معي هاد القصة جيلو اللي حقيقة مني سمعتها صدمتني وصدموني الأحداث اللي فيها قصة حقيقية بجميع الأحداث اللي فيها القصة الخوت بكل اختصار و بكل خلاصة فيها الشعواذة و فيها السحر و فيها الغادر و هاد الغادر من أقرب الناس اللي هما العائلة جيلك هاد القصة الخوت شاركها معنا أحمد و ضروري أي واحد خصو يسمعها و يقتل خرج الحلقة باش يستفد من الهدراني فيها ما بغيتش نطور عليكم في المقدمة بزاف سروا الشي بلاسة اللي تكون كالم و ترونكيل خدوا شي قهوة و لاشي آتي و تصنطوا معايا مزيان لهاد الأحداث اللي غنعود لكم في هاد القصة و بطبيعة الحال ما تنساش لايك و لأول مرة كتشوفني و لكتدخل القناة اشترك معنا مرحبا بك و يلا نبدو القصة على بركة الله القصة دينا جال اليوم اللي عاود لنا أحمد كتعلق بالسحر و الشعوادة و غادر الأقارب بالخصوص ولكن قبل ما نعود لكم الأحداث اللي وقعوا في القصة ما غنطورش لكم المجينة اللي وقع فيها هاد الشهادة باش نحافظوا على الخصوصيات جال هاد المجينة و نحيدوا عليهم بتوهمة جالأن هاد الناس كيتعاطوا للسحر بزاف و كنا عارفين الخوت في الممشيتي كينين ناس طوب و حجر يعني ما غنحكموش على شي مجينة ولا على شي دوار ولا شي ناس بالخصوص فهذا شهادة جال السحر المهم ما عليناش نبدو في التفاصيل جال قصة جالنا أحمد فاش كانت في عمره 24 سنة كان خدام في واحد شركة سياحية و بالطبط كان خدام في مجال جال الطبخ قد لمجال هادا كان كيعشقوه بزاف و كان كيعطفيه بزاف و كان ديرو عن حب أحمد فهذا الفترة بالطبط كان فرحان و ما نقصه حتى خير و كان هاز راسو مزيان و كان كيعرف واحد البنت اللي اسميتها سلوة اللي كانت حتى هي خدامه في نفس الوطيل ولكن كانت خدامه في الاستقبال في لا ريسيبسيون أحمد و سلوة كانت تجمعهم واحد العلاقة اللي زوينة و طيبة يعني علاقة فيها الحب والإحترام وأحمد كانت كتب لي سلوة هي الحب جيل حياته وبغي يكمل بطبيعة الحال حياته معها و يكونوا مستقبلهم بجوش واحد النهارات أحمد بغي يصرح سلوة و غي يقولها هاكين وهاكين و قل ليها باللي راهنا و نجي لداركم إن شاء الله و نخطبك من داركم إلى بغيتي و لقبلتي عليها سلوة بطبيعة الحال قبلات و فرحات بزاف لأنها كتب هاد الحمد نفس الشروط و مشات عند الوالدين جيلها و قلت ليهم هاكين وهاكين أرا واحد دولد الناس بغي يجي تزوج بيا و بغي يطلب يجي واللي جيها بطبيعة الحال فرحوه قالوا لي الله يكمل بي خير احنا بنالكي هالخير و حتى بنسبة الحمد كان ضروري يمشي تشاور مع دارهم أراكم عارفين العادات و التقالية جيلنا ضروري من الشوار و حتى همشي عندهم و قل ليهم نفس الشيء بغي يتزوج واحد درية كان عارفها و كده و كده واللي جيه بطبيعة الحال فرحو قالوا لي الله يكمل بي خير و احنا معاك المهم كل شي فرح ليه و كل شي عجبوا الحال واللي جيه خوتوه إلا مرتخاله اللي كانت معاهم هادك النهار بالطبط يلي معجباش الحال بزاف و غضبات و دارت واحد دارتت الفعل اللي خايباء و اللي في الحقيقة صدمتهم كاملين دوت معا أحمد و قلت لي واش نتا منيتك واش نتا منيتك بغيت زوج دابا و يلا في العمر جيه لك 24 سانة مالك الزرب هنصبر شوية و لكن مع ذلك الرد كان سريع من طرف الأب جيه الأحمد غدي يجاوب خالة أحمد غدي يقول لها بالعكس هذا هو السين المناسب جيه الزواج و جيه البنادم بش يجمع راسو و هذا أحسن قارار خدا الحقيقة هاد الرد ما عجبش الخالة جيه الحمد و كتبان أنها كانت مقروصة و مقلقة و دارت السباب تريفون أنها بتجاوب بشي مكالمة و أخا ما كانت لها مكالمة لأولو و ناض خرجت من هادك المجمع المهم هما ما بغوش يجيو عليا بزاف خلاوة على رحتها و هنا أحمد مني نسول أم دياله علش دارت هكا غدي تجاوب أمو غد قولي في الحقيقة أنا خالتك كانت بغا تزوجك لبنتها يعني كانت بغا تزوجك لبنتها ذاك الشي علش يمكن بقى فيها الحال و لا أجتها الخبر شوية غريبة ما حملتك شجوج باجيك لبنت ذاك الشي علش دارتها ذاك الشي علش دارتها ردتلي في علاقك أحمد كان يعتبر بنت خالته بحلخته يعني ما عمره فكر في شي حاجة ولا شي زواج بيناتهم ولا شي حاجة ذاك الشي علش معتش للأمر أهمية و قلصها في خالتها رغا تنسى المهم نسوا هاد الأدراك كاملة أحمد والوليدين جيل أحمد تفقوا على ذاك النهار اللي غيمشيوا عند العائلة جيل الدريا اللي بغا يخطب سلوة غيتفقوا باش يمشيوا يقلسوا معاهم و يجيروا واحد تعارف و بطبيعة الحال كل شي كان فرحان كل شي كان كيوجد راسو غيجي هاداك النهار جيل تعارف و غاجي يدوز بخير وعلى خير الوليدين جيل سلواء كانوا في المستوى الله يعمر هادار و فرحوا بزاف بأحمد و بالعائلة جيلوا و غاجي يتفهموا حتى على النهار جيل الخطوبة و النهار جيل العرس اللي غيكون من بعد المهم غاجي بدووا فتح دارة جيل الخطوبة و قرروا انهم يعرضوا على ناس قلالين باش يدوز هاداك شي خفيف ذريف و يكون هاداك شي في المستوى و فاش وصل النهار جيل الخطوبة كل شي كان فرحان سلواء كانت لابسها هاداك اللي بس تقليدي جيلها و ضيرين بها عائلتها و كل شي هو هاداك هنا احمد واحد للحظة غاجي تصدم ما غير يفهموا هادو غاجي يشوف باللي خالته هاداك خالته هاداك خالته اللي كان دارت هاداك عضطة الفعل مشيت عند سلواء في الخطوبة سلمت عليها بالحناك و اعطتها واحد سنسلة يعني بحال شي كادو احمد جاتو هاداك القضية غريبة شوية كيفاش خالش اللي ما بغتناش نتزوج ده بجت عند الخطيبة جيالي و اعطتها سنسلة قال مع راسو يمكن تندم معها الحال و عرفت راسها غلطات ولا نسات هاداك شي اللي داز المهم حمد قال ماشي مشكل غادي تكون بردات من هاداك شي اللي كان دارت في الحقيقة عجبوا الحال حيث قال و خخلتي كان طمعانين تزوج ببندها ولكن على الاقل انها دارت واحد لو جيست اللي زوين وهاد الشي هادا بطبيعة الحال فرحه و حتى سلواء جاه هاداك خالش شوية مبالغ فيه حيث كان كيبا انه غالي بزاف وبطبيعة الحال ما بغتش تخسر الخاطر اللي خالت تحمد خدت من عندها الكادو شكراتها و قلت لها شكرا و خلت احمد ما وقفتش هنايا بل اكدت على سلواء انها تلبسها هاداك السنسلة اللي جابت لها بطبيعة الحال سلواء دارت لها خاطرها و خلتها تلبسها هاداك السنسلة المهم غادي دوش اسبوع على هادا الخطوبة هادا هنا الحالة جيل سلواء بدت كتبتل بشوي 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 والتصرفة جيلها مبقوش طبيعين والتصرفة جيلها مع احمد ولا وعدوانين بزاف ولا تعاصبية مبقاش عندها الخاطر مبقاش كتبت معها بزاف كما كانت معها في الأول حتى في الخدمة والتي كتبت جاهله بزاف احمد وخاكك مبغاش يضغط عليها بزاف قل ما عرصه يمكن سلواء غير تخربقات مع السترس جيلت وجد جيل العرس ولا شيء امور ولا الهورمونات ولكن ما عمرها في حياتها تعاملت معها بهذه الطريقة اللي دارت ذاك الشيء لش احمد غاج يقرر انه ويصار حاب الموضوع ويعرف شنو تحت راسها وعليش كتتتعامل معي هاكا تلقى وفوحد القهوة هو يدر معها بجميع التفاصيل هادو يعني ديطاية والامور سلواء هنا في الحقيقة الإجابة جيلها كانت صادمة وقلت له كتتحس برأسها باللي عيانة ومعندها لقانة حتى حاجة وما كتحس برأسها باللي راهو اجدال العرس يعني كتحس برأسها ما باغى ولوف هادو اللحظة باغى تبقاه بوحدها والخيبة في هادوش هو قتلي باغى تحبس هادوش هادو كامل بدون سابق انظار صراح هادوش كان بحالش يصعيق على الحمد حيات هادو اخر حاجة كان كيت توقع انه يسمعه مخصوصا انه مكنش سبب اللي مقني عبيناتهم اللي غيخليها تقول هادوها هادوها هادوك غادي نضم القهوة غضبان وماشي هو هادوك وغيخليها تمام وغيمشي بثل السعاب اخرى اللي غد لفرغة في الخدمة كانوا متوقع انه غيشوفها ويهدر معاه فائد شيء ولكن سوف يتفاجئ باللي ما كان في الخدمة وما جدتش غيهز التليفون غي عيت لاش حال من مرة ولكن ما تجاوبش بغي عيت على الأب ديالها ولكن حشم قال بلا ما نكبر لموضوع خلي حتى نشوفها وندوي معاه هي ولكن مع ذلك الفضول كلاله دماغه من اللي سالة الخدمة غيمشي نيشن غيقصد الدار ديال نسابه حلو عليه الباب كان بين فلوجة ديالهم لخلها وكان شي حاجة ماشي هي هادي كان شي حاجة اللي غريبة بحل قلتي كانوا كيبان وخايفين ولا شافوا شي حاجة اللي ماشي هي هاديك حمد هنا غيسولهم على سلوة وهنا غيقولوا ليه أرها دخلت لبيتها وصدت عليها من البارح ومعرفنش شنو مالها وما بغا تدوي معا تاوحد وما بغا تشوف تاوحد حمد بطبيعة الحال استأدن منهم وطلب منهم باش يدخل وجربي دوي معاه ولكن هنا سلوة هي سمعات الصوت دياله وسمعات الحص دياله بدات كتغوت بحر جهدها وكتقول ليه سير في حالك ما بغيتكش تبقى هناي انت بالخصوص خورج في حالك وبدات كتغوت وقدر فراسها وكتبكي حمد مني شاف رضا تلي في علجالها كاك في الحقيقة تصدم ومرضاش وحس بالكرامة دياله واتهنت لها قدام العائلة ديالها وطلع ليه الدم غا جيمشي وغا يردخل الباب وغا يخرج خصوصا انها درت لي جيك الحالة كاملة قدام لوالدين ديالها المهم غا يخرج وغا يمشي في حاله وغا يقول عمرني ما باقي غا ندوي معاه وبيني وبينكم الخوط انت تسنهي جيك الفرصة باش تجي تهضر معاه ويدوي معاه ولكن للأسف سلوه غبرات وسمحات في الخدمة ديالها ومع ذلك احمد هذا الشي ما بغاش يدخل ليه في راسه وما بغاش يقول هذا الشي لوالديه قالوا واقي لهذا الشي هذا را غا يتصلح يعني را غا يكون خير المهم غا يدوزوا ليام وليام واحد نارت كان حمد كان قلس غا يجيه تيصال من عند الأب جيال سلوه غا يدوي معاه وغا يقول لي هوالدي راسه لها كينه في الكلينيك وإلا بغيتي جيو تشوفها جي راه هاد شي ولا ما بين حياة أو موت جي شوفها قبل ما ترى لها شي حاجة خيبة الله يسترق حمد قال لي شنو عندها عمي شنو بها واش مريضة الأب جيالها قال لي هرا سلوه كل شي حاجة خيبة ولا المرض جيالها خيب خصق ضروري جي تشوفها حمد غا يطير بزربة للكلينيك وهنا غا تكون صدمة جيال حياته غا يتستمن هادك لمنظر اللي شافو هاجيك البنت اللي كان كيعرف سلوه تبتلات ولا ترقيقها بزاف عينيها كحالو شعرها طاح خيبت يعني بحلا قلتي زيتي سلوه وحطيتي سلوه أخرى ومليه سوى الطبيب على سبب المرض جيالها قليه لحد الآن ما عرفنا شنو هو السبب الرئيسي حيث جميع الفحوصات اللي درنا ما كتبينش بلي عنده شي خالال ولا شي حاجة لي غا تخلياته لهاكة غي حاولو يجيوها عند بزاف جيال أطباء ولكن بدون نتيجة وقاعد دواية اللي كتاخد وقاعدك شي اللي كتاخد ما كيعونها فوالو هنا غجيكون معاهم واحد من العائلة جيلهم كان حتى هو وقف معاهم غجي يدوي وغجي يقول لهم من الأحسن جيوها عند شراقي حيث شفت بزاف جيال الحالة بحال هكا لأطباء مالقاوا عندهم موالو وجاب الله الشفاء على يد جيل شي راقي حيث الحالة بحال هكا غالبا ما كيكون عندهم سحر ولا المس ولا شي حاجة وبالفعل غيجرب النصيحة جيل ذك سيد لي من العائلة جيلهم وغيمشي وغيجيب واحد الراقي الضطار وهنا ذاك الراقي منين شاه في الحالة جيل سلوه غيأكد لهم بالمئة فيها شي مس أو سحر ولا وكل شي توكال وفاجيك اللحظة بالطبط غيجيب دول حصص ديال الرقية الشرعية وعلى حساب متى عود أحمد سلوه شفت العذاب ديال بالصح حيث فين ما كان كيجي هاداك الراقي كيقرع عليها القرآن أو لا كيرش عليها بلما ديال الرقية كيت بدكت تحير وتغوت وتدر فراسها وتبكي وما كانش كيتحبس هاداك الدرب حتى كيخرج منها الدم واخهما كانوا كيشدوها وكيكتفوها ولكن هاداك الشي اللي كان فيها كان عطيها واحد القوة الكبيرة واللي في الحقيقة ما كانوش كيقدروا عليها هنا ذاك الراقي مورا مدر بزاف ديال الحصص ديال الرقية الشرعية هاداك الراقي بستعمال أساليب دياله الخاصة ديال الرقية قدر أنه يهضر مع ذاك الجين اللي كان من تلبسها واللي كان مسخر من طرف واحد الساحر باش يخرج لها على حياتها ومن مورا هاداك الجين تعتب بالقرآن وتكرفس مزيان غايقدر أخيرا ينطق ويفرش كل شي قليهم باللي القاضية وما فيها هي أن الخالج يلحمد هي السبب في هذا الشي كامل وللأسف ضعف الإيمان والحقد اللي فيها خلاها تلتاج السحر باش تحاول تفرق بين جوج ديال الناس واللي كي تعتبر في الحقيقة هادا أخطر أنواع السحر اللي هو التفريق بين الأزواج الوالدين ديال سلواء من يسمعوا هاد الأخبار صدموا وما فهموا والو قالوا كيفاش وحدة قدرات تسحر لبنتنا ويا شفتها هي مرة وحدة في الخطبة يعني كيفاش قدرات تجير هادا هما ما فهموا والو هنا أحمد غاجي يضطر أنه يعود ليهم الحقيقة كاملة وصارحهم باللي خالته كانت باغا تزوجوا ببنتها يعني قال ليهم هاد الشي كامل دارتو باش تزوجني ببنتها وفي نفس الوقت من اللي كان كي يعود ليهم غايتفكر هادا اللقطة اللي وقعت في الخطوبة فجت عند سلواء وهدتها هادا السنسلة هنا غايقول لهم ضروري خصكم تلقوا هادا السنسلة وتقلبوها وضروري غتلقوا فيه شي حاجة ما شي هي هادا وبالفعل ذاك شا اللي دارو غايطيرو ونيشا للطار وغايقلبو على هادا السنسلة غايقلبو البيت غايقلبو سفاعلة علاه حتى غيلقوا هادا السنسلة وغادي يدوها عند هادا الراقي الراقي من يشد هادا السنسلة كنديرا بحالشي صفاحة البنات يمكن غايعرفو هاد النوع جهاز الناس اللي كيكونوا ديرين بحالشي صفاحة مربعة بقا كيقلب فيها كيقلب فيها من جميع الجهات هنا الراقي غاديكتشف أن هادا السنسلة كتتحل يعني يقدر يفكها تخيلوا معايا الخوت منين غادي يحلها غايلقا فيها واحد الحجاب ولا ما عارض واحد الحواج مخلطين وشي حواج اللي مكتوبين بواحد الكتابة اللي كحلا هنا في الحقيقة كل شي تصدم كل شي ما فهموالو كيفاش خالتي قدرت تجير هادا الشي هذا بسبب الحسد والحقد كيفاش قدرت انها تسحر البنت وترجع لهاد الحالة هادا اللي يرتالها هنا الوالدين جاسلوا تعصبوا بزاف وما تقدروش تخيلوا ذاك الغضب اللي كنشعل فيهم كون كانت هاداك خالت حمد حداهم كون فكلاوها كون فرسوها في هاداك اللحظة ولكن الحمد لله تصرفوا بعقلانية ومشاوني شال دارها وغادي يعيطوا على البوليس المهم من البالانات جال بالصح جيرا نتجمعوه وبكاد جال خالتو كنت كتغوتو الخرين كي غوتو واحد شوها بكل وقاحة كنت كتدفع على راسا وكتقول باللي راه هي ما عنده شي علاقة بها شي ولكن بطبيعة الحال مرى جميع الأدلة حتى واحد ما غايت هيقا ومن بعد ما حضروا البوليس دوها وداروا معا استجواب وضغطوا عليها غادي تعطرف بلي هي اللي سحرات السلواء وورطوهم حتى فين كين هاداك الموشعويد اللي دار هاداك السحر وحتى هو مشاوا قرقبوا عليها بطبيعة الحال واعتقلوه ولقاوا عندو العجب المتعجب في الدار جالو لقاوا عندو بزاف جال أعضاء جال الحيوانات اللي كيستعملهم في السحر وعلى فكرة الخوت إلا بغيتو نجيلكم شي حلقة على النوع جال السحر اللي كيكون متعلق بالأعضاء جال الحيوانات والحيوانات خليوا ليه في الكومنتر أرى موضوع جد جد مو شويق جال بالصح وتستفدو منو بزاف المهم ما عليناش مني يمشاوا ولقاوا كي يخدم بالأعضاء جال الحيوانات وشي مسائل اللي خطيرة بالصح واللي كي تعتبرو من السحر الأسود زائد أنهم لقاوا الصور جال عباد الله وبزاف جال الناس اللي بغي فرق والحالة جالها جقدر كانت خانزة وكانت حالة حالة ما فيها ما يتشاف المهم جميع الأدلة اللي يلقاوا كانت في الصالح جال سلوة وفي الآخر قدرت أنها تاخد حقها وهدوك جوج تسجنوب جوج بتهمة الاعتداء العام باستعمال السحر والشعوادة أما بالنسبة للسلوة الحمد لله قدرت ترجع بشوية بشوية للحالة الطبيعية جالها من مورة حصص طويلة جال الرقية الشرعية المياه الحمد لله بدت ترجع المجاري جالها حتى ولت بخير وما بقاوا كي تيقوف حتى واحد ولا كي يجيهم أي واحد يقدري أجيهم والصراح هذا الشي اللي يدز عليهم صعيب بزاف يعني تقدر تعدرهم أما بالنسبة للحمد بحكم عنده ديبلوم ديال طبخ زائد تجريبة اللي دووز في خدمته فهنا قدر أنه يدبر على واحد الفيزا لإيطاليا والزوجة جاله منها يحسن المستوى جال معيشة جاله ومنها يبعد على العائلة والصداعات جالهم والحمد لله حاليا راه هو مستقر مزيان هو وسلوة وعايشين بخير وعلى خير هما وليدتهم وما نقصهم حتى خير ومن هاد المين بار كان بغير نشكره حمد بزاف على هاد القصة اللي ببرتاجها معنا وحاول أنه يبرتاجي هاد المعلومات معنا باش نحاولوا نفيده بها بزاف جيال الناس اللي يقدروا يتحوف نفس هاد المشكل وهنا وصلنا النهاية جال القصة الإخوان انتمنى تكون عجبتكم القصة ولا عجبتكم ما فيها بس خليوا ليالي كومنتر ولا ما ديرش لايك دير لايك ولا ما مشتركش معنا في القناة اشترك معنا ما فيها بس مرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله